ترون بأن هذه النقاط الخمس أو تنفيذ قرار ميسا الأمن يعني أن نسلم وننسحب ونذهب وننتظر السلطة التي تقولون للتوافق هذا أمر غير وارد لدينا على الإطلاق مهما كانت التحديات هكذا يختصر ناطق الميليشيا مسافة من القلق والترقب بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات ليضع رصاصة الرحمة في عنق السلام المأمول عبر الحلول السياسية البحث عن سلام مفرغ من النوايا الجادة هو ترحيل آخر لزمن الحرب أو حرب من طرف واحد إذ يصاعد الحوثيون على الأرض في تعز التي لا تزال الانفجارات تدوي في سمائها مخلفة الضحايا في الأحياء وعبر السيطرة مؤخرا بتحدي سافر على معسكر العمالقة بمحافظة عمران كثير من المراقبين يرون أن الميليشيا لا تريد من إيقاف الحرب إلا وقف غارات طيران التحالف ولا تعرف من السلام غير تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة بمعزل عن حكومة المنفى تلك المطالب لا تعني في حال الموافقة عليها غير استسلام كامل من الشعب وقيادته السياسية لميليشيا لا تؤمن بالآخر ولا بأحقية وجوده وكثيرة هي الشواهد على ذلك تسعى دولة الكويت لتطويق الخلاف والحد من الهوة التي تتسع بين مواقف الفريقين خصوصا بعد إعلان الوفد الحكومي التفاوضي تعليق مشاركته في المشاورات وهو الموقف الذي وصف بالصحوة المتأخرة يأتي عبر تاكيد رئيس الوفد عبد الملك المخلافي بضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية ووقف حصار المدن وتفجير المنازل يتفق الكثير على أن مشاورات الكويت هي الفرصة التاريخية الأخيرة قد لا تتكرر ويغلق بابها يهدر فرصة سلام هامة ومصيرية لليمنيين غير أن المعطيات العامة تؤكد أن خيار استعادة الدولة سيكون بذات الطريقة التي تعرضت بها للاختطاف خيارا لا بد منه